الاجتماعي لتيسير إزار كارت الخدمات المتكملة لزاوي الهمم ضماناً ضماناً لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص زاوي الهمم ثانياً تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذات الهمم لكافة مراكز الشباب لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضية من أجل ضمان إتاحة الممارسة الرياضية لهم وفقاً لأفضل الأطر التي تتيحها تلك المنشآت الرياضية والتوسع في مجالات التدريب والتأهيل لزاوي الهمم لتشتمل على مختلف المهارات الحياتية والفنية والثقافية والرياضية والاشتراك بفاعلية في أنشطة الكشافة والجوالة ثالثاً تكليف وزارة الشباب والرياضة أيضاً بتكسيف الدعم الموجه للاهتمام بقطاع البطولة الرياضية وتكسيف أنشطة والمشروعات المعنية باكتشاف الموهوبين والمبدعين من دول همم في مختلف المجالات وتوفير برامج وأنشطة مخصصة لدول همم تستهدف رفع لياقتهم البدنية لياقتهم البدنية وسقل مهاراتهم الرياضية وتشكيل الفرق الرياضية منهم طيب أرجع أقول لك بلأول أهلاً بحضراتكم بفوضة راحب بعد في الوقت الزغير لما بيرجع من الصفر بيبقى مهنج حبتين بس ما عالش أعذروني كل مرة أو كل سنة احنا بنتكلم كده في النسخة الرابعة ثلاث سنين اللي فاتوا حملوا الكثير من القرارات الكثير من الدعم ودعم مش بس دعم مباشر لكنه هو دعم فعال ده واحد اتنين هو دعم مستدام لولادنا أصحاب الهمم أو أصحاب القدرات الخاص أو أصحاب أو اللي هم القادرين باختلاف زي ما سماهم الرئيس تعالي نشوف وحدة وحدة القرارات الجديدة بتاعت النهاردة تعالي نشوف كده إيه أول حاجة مثلا حسابيه المثال إنشاء السندوق الموجه لدعم ذوي الهمم وزي ما كنت بقولك السندوق تحط بمليار على الترابيز طيب اتنين تكليف وزارة التضامن بإصدار كارت الخدمات المتكملة لذوي الهمم تلاتة تكليف وزارة الإسكان بتحديد نسبة لذوي الهمم في مشروعات المدن الجديدة وده في حد ذاته رائعة رائعة طيب تعالي نشوف تكليف أو توجيه لوزارة الصحة بالعمل على إتاحة كل الخدمات الصحية لدوي الهمم وحط تحت كلمة كل ألف خط وهرجع لك في الآخر على حاجة مهمة متعلقة بالورد هقولك إيه تكليف وزارة القوة العاملة آه بإيه بقى أكيد مش بالنسبة لأنه النسبة موجودة لكن حتى نستطيع تفعيل النسبة ومن عندنا عشان محدش يبقاله حجة مش بتكلم على الوزارة أنا بتكلم على بعض من الناس فيه هبص أنا أقول الحق ولا أقول ابن عمه أقول الحق لسه فيه عندنا في مصر فيه الهيهاكل الوظيفية المختلفة الراجل بتعفوت علينا بكرة يا سيد والراجل بتاع البند لا يسمح والراجل بتاع اطلع المدام سمية في الدور السادس لسه موجودين هنعمل إيه طيب وده مراس جالنا نتيجة خمسين ستين سبعين سنة بالمناسبة يعني يبقى عشان محدش يتحجج لنا من الأنواع التلاتة السابق ذكرهم ومحدش يجي يقول طيب والله احنا نفسينا نفعها للنسبة يا أستاذ تعال في الجملة دي بسه أصلي 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 مش مدرب أصلي مش هيعرف اشتغل الشغلانة دي أصلي احنا متوفر عندنا كذا وكذا وكذا بس مش هينفع لأنه مش واخد التدريب الكافي فيوجه الرئيس وزارة القوة العاملة هنا بتوفير مرامج تدريب الشباب من ذوي الهمم وبكده عمليا بإذن الله وبالوقت وحنا من الحاجة ما بتخلصش ما بين عاشية وضحاها لأنه التدريب ياخد وقت وتدريب الاعداد ياخد وقت بس كل مجموعة هتبدأ تتدرب هتخرج من التدريب تستطيع أن تجد لنفسها عمل لائق فكانت تكليفا رائعا وعظيما طب تعال على تكليف وزارة النقل بتوفير كود الإتاحة لذوي الهمم بوسائل النقل الحديث يعني كود الإتاحة يعني أي وسيلة نقل من الوسائل الجديدة تبقى مجهزة دائما لولادنا واخواتنا من ذوي الهمم طيب ووزارة الشباب والرياضة التوجيه واضح وصريح ومباشر عضويات لذوي الهمم في المركز والأندية هتجي تقوله طب إزاي أقولك ارجع على التكليف بتاع وزارة التضامن الاجتماعي الكارت طالما كله هيطلع له كارت العضوية بتاعة مركز الشباب طيب هل التكليف بتاع وزارة الشباب والرياضة هو ده التكليف الوحيد لا ده فيه تكليف تاني هو تكسيف الأنشطة المتعلقة باكتشاف الموهوبين بقى وده أمر شديد الأهمية وتنسيق عام لإطلاق مبادرة رفقاء قادرون باختلاف في المدرسة وفي الجامعة وفي مركز الشباب هتيجي تقولي طيب الخلاصة إيه بقى اللي انت قلتنى عليه إيه علقت الورد أقولك زمان زمان أنا ما شفتش بجحة كده اللي بيقرأ الأخبار كل يوم ويتابع الأخبار والمستجدات يعرف أنا قصدي إيه بس أنا ما شفتش كده مهم زمان ثلاثين سنة الحلوين الطعمين اللي يجننوا اللي احنا ما كناش عارفين يعني نودي السعادة فين كنا بندلدق سعادة نبقى ماشيين كده عملين ندلدق سعادة كانت الأمور بتتعامل بتتعامل بطريقة وردة في عروة الجاكتة وياريت كانت وردة بجد ده كانت الوردة دابلانة لا هي كانت وردة بلاستيك تتعلق في عروة الجاكتة في المناسبات وتتشيل تاني تتحط في الدرج مهم اللي بيحصل في الأربع نسخ تلاتة فاتوا واحدة النهار ده مفيش حاجة إلا وهي بخطوات عملية واضحة وتكلفات شديدة الوضوح وإذا كان هناك أمرا ما يحتاج إلى مشروع لقانون وإنه يتم منقشته جوه البرلمان ثم إصداره ثم إرساله لفخمة الرئيس للتصديق عليه كله بيحصل أول بول ما بقاش في وردة بلاستيك الوردة بقى طبيعي ومش محتاجين نحط وردة في عروة الجاكتة لأنه المسألة كلها حقيقية المسألة كلها مخلصة المسألة كلها جاية من باب واسع جدا اسمه باب إنه دول ولادنا دول مش ضيوف على البلد ولا عب خالص دول زيهم زيك بس كده